جلسة أخرى لمجلس الأمن وإفادة جديدة من المبعوث الأممي مارتن جريفث من خلف شاشة في مكتبه بالأردن يكرر جريفث نفس العبارات تقريباً مع بعض التغيير في الصياغة عبارات مطمئنة للمجتمع الدولي وأخرى لمجاملة شرعية ومليشيا الانقلاب حديث في مجمله يشبه تفسير الماء بالماء لم يتحدث يوماً عن أسباب التعثر ولم يجرؤ على تسمية الطرف المسؤول عن العرقلة سبعة أشهر من مشاورات ستوكهولم ولا يزال الحديث يراوح في مربع محاولة الاتفاق على التفاصيل التشغيلية لعمليات إعادة الانتشار بينما لا يزال العائق الأكبر قائماً وهو إصرار الميليشيا على التفسير الأحادي للبند الخاص بطبيعة قوات الأمن المحلية التي ستدير موانئ الحديدة جريفيث أبدى مخاوفه مما وصفه بانتهاكات محتملة لوقف إطلاق النار بينما المعطيات على الأرض تؤكد انتهاك الميليشيا لذلك من خلال الاستداف اليومي للمدنيين في الأطراف الجنوبية والشرقية من مدينة الحديدة وكذلك جنوب المحافظة كما هو الحال في حيس والتحيطة مايكل لوكوك وكيل الأمن العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية كان أكثر وضوحاً في الحديث محملاً الحوثيين المسؤولية عن إعاقة وصول المساعدات والتدخل في عمل المنظمات من خلال العوائق البروقراطية حسب وصفه بالتوازي يبقى التساؤل حول إصرار جريفث على تجاوز القرار 2216 وغايته من شرعانة الانقلاب وما الذي بيد الشرعية أن تفعله في حال إن سدت طرق الحلول